بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات وطالبات المرحلة الثانية العامة مرحبا بكم على قناة مستر روسف عزة لشرح تبسيط قواعد اللغة الإنجازية وحل أيضا التدريبات المختلفة على المنهة بتاعك إن شاء الله في المرحلة الثانية العامة كاملة بإذن الله كمان شباب معنا على نفس القناة بتاعتنا قناة مستر روسف عزة الصف الثالث الإعدادي أما بالنسبة لطلبتنا وولدنا في المرحلة الابتدائية والصف الاول والتاني الاعدادي. فاحنا عندنا قناة تانية اسمها قناة انجليزي ابدائي عندي اعدادي. ان شاء الله نشو عبدالغنى مع طلب الصف الاول اثر. مستمعين مع كتاب جمع مشهد تتعو عشرين الوحدة اثماشر. الدرس التالت الرابع احنا نشتغل نرده ان شاء الله على test yourself. اللي جاي على الدرسين مع بعض. والبداي على صفحة توتمية خمستاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله ونزعب الله ما بين شركتين. طب عمل ايه? تشاركة. تشاركة شباب يعني مسلا انما كنا عندي غرفة. وعندي مسلا كزا شخص وما فيش غرفتانية متاحة لأيه يا جماعة انتو شاركوا بعض هنا. يعني ايه اه عيشوا مع بعض في المكان. ادي المقصود بكلمة ايه المشاركة. طيب. ايه كوالد معناها تساوى هنا تبقى مساوى بمعناه ان كل حد ياخد نفس ايه النصيب من الشيء والوقت وكل حاجة. دفايدل هنا معناها اقسم او التقسيم من هذا هو اقول لكل واحد يم لي المان tour انا خد الحتة بتاعتك انت لوحدك. دي اديش هنا حد تاني. هنا رجل اعمال اقسم الوقت بتاعه ما بين ايه الشركتين بتو ايه. مسلا بيروح هنا مثلا تلات ساعات. اين مسلا ايه اربعة ساعة. هيا بيقسم الوقت. هيقعد هنا شوي ما اقعد هنا شوي وبناة تقسيم الوقت بتاعه ما بين الشركات بتاعته. providing معناها زوادة بي او مادة خلنا divided اجابة واحدة صحيفة جميلة رقم واحد يتمولك فيها everyone should be treated كل واحد لازم يتم معاملته ايه ازوي ارهاه كل ايه لازم احنا كلنا بشر treated equal equal معناها يساوي different معناها مختلف different بطريقة مختلفة Equally يواخد شكل الظرف بطريقة مدساوية كلنا لازم نتعامل بطريقة متساوية لان احنا كلنا مشهر يبقى المساواة نقطة اساسية عندنا تدولة فيها اعترفة او اقرة بارتكابه للعديد من ايه بما فيهم جريم تنقتل ربنا عافين اعترف جرائم تمام ولا كريمز اللي هي الرافعات بتاعت الاوناش ولا كريمز كريم اللي بتحطه على كريم وحاجات دي وعندي كريمز اللي هي المعنى الحرف اللي هي التجعيد هو اعترف بالكريمز تاعترف بالجرائم اللي ارتكاب بما فيها جريمة تايقك. حركنا الشاشة انا يعني خدت وقت جامل علشان ايه المنطق زي ما بقوله الحل الايه بازل اللي هو اللغز الموربك والمحير امام ولا دازل اللي هي اه اه معناها امبهار بشيء ولا جازل اللي هو حيوان الغزال ولا جازل اللي هي معناها التهمة او كان عندي مشكلة عايز يحل بازل بازل معناها لغز موربك او حقيقة. نروح ليه جميلة مهمزة بقول فيها كوديو هل لك ويا فراغ يو ريزونز اسبابك فور تويزنج ديس جوب لي اختيار هذه الوظيفة. تيل بمعنى يخبر بمعنى يشرح يستفسر ينصح. كوديو اكسبلين هل لك انت شرح. الاسباب يشرحوها يا شباب مش يخبروها. مش يقولك كوديو تيل يو ريزونز تخبر? لا. واعايز يشرحها. انا اختلت وصفها علشاني. بنا تقرير من واحد من المراسلين بتوع الجريدة يعني الهندية في الهند. طيب. بمعنى قريب. اه ولا بمعنى عميق. ولا مهجور ولا شايق هي دي. فيه تقرير شايق جدا او مقالة شايقة جدا اه من المراسل بتاع الهند. مراسل بتاع الصحيفة في الهند. سأقولك اذا الفيلم جاد جدا. I prefer I would prefer يعني اوده او افضل to watch something ان انا اشوف حاجة that will make us. تخلينا ايه? اه? لاف? نضحك? ولا كراي ربنا اه عافينا نبكي? ولا وي بينتحقه ده البكة الشديد جدا. يعني يا ابو ساد مراحلات النحيب. ولا ساد ساد نديسة فمعناها حزين. احنا هزي نضحك. لاف. تمانية ده police officer ده بطل الشرطة asking my friends to طلب من اصدقائي كذا. ده روبرز اللي هم المجرمين المسلحين اللي هم قاموا بالصطر المسلح. استول ده ماني لسره الفلوس طيب. رياضيز يودرك? ولا ديسكرايب يصف? ولا نوع يعرف? ولا سبيشيلايز? يجعل الشيء خاص. يقول لك عندها كانت خاصة اسمها. طيب. المهم. هنا بقى احنا عايزين ايه؟ عايزين نخلي العملية الشرطة هنا اقوة بيقول له يا جماعة وصفه لنا. يصف اجابة واحد صحيح فقوموا رقم تمانية. طيب نحن رجمنا عقاب تسبب اللي فيها توز ريلي ريونج وفهم كانة خطأ يعني في الحقيقة الموضوع ده كان خطأ من ايه كذا? هو كذا قبل ما يستخدم عربيتك. طيب كده احنا دخلنا في جزء القواعي. عايز اقول لك كان يجب ان يخبرك. وبعدها معناه انه كان لازم يعمل شيء في الماضي بس ما عملهوش. ليه تعبر عنها مصطفة الصيف تالت لا مصطفة بتاعت ايه? بتاعت استنتاج في الماضي مسبت قوي. طيب لا مفيش استنتاج هنا. شو ده اه كان يجب عليها فعلي كزا بس ما عملهوش. اه تمام. يبقى اجابة بيه اجابة منطقية حتى الان لسه تشوف البقى. ده عكس مصطفة. دي مسبتة ودي مهم فيها استنتاج قوي في الماضي في الحالتين. سواء بمصط ولا كانت بس واحدة مسبتة التانية مهم فين. طيب. اختهم في فكرة الاستنتاج في الماضي بس ضعيف عن هم شوائية مسبت. طيب. كده نرجع لي مين? تنصيب التالي تبقى ليه? كان من الواجف فعل شيء معي في الماضي بس انت ما عملتهوش. كان لازم يقول له والله هو غلط. كان لازم يقول لك. تمام? قبل ما يستخدم عربيتك. عشرة. تجاوز حد السرعة. تم تغريم. طيب. ما كان يجب ان يفعل. بس فعل. طيب ما استهاب استنتاج. كان انتهاب استنتاج. شو انتهاب وما استنتهاب. ما استنتهاب دي مالاش عقب الاستنتاج اساسا. ولا لها علاقة بين شيء كان من الواجف فعله ولا ما كانت ولا حاجة خالص. تمام? طيب. يبقى يبقى شو انتهاب تصريف تالي. عشان يقول لك ما كان يجب فعل ده في الماضي بس يتعامل. هو تخط حد السرعة واخد غرامة. تمام كده? لا لا. ده هو غلط. ما كان يجب عليه ان يفعل هذا. حد اشغلك فيها ايوه انت وجاب فراغ من ميت ماي برادر. ميت ده تصريف تالت من الفعل ميت. ميت ميت ميت. تمام? انه ايه يلتقي باخوه. بقول له انت كزا انك انت تكون التقيت ايه? التقيت باخوه. ماشي. ها? وبعدها. عمد انا مانديش جرائب اساسة. يبقى ايه? يقول له انت مش ممكن تكون قابلته. طب نقول لها بمستهاب دي مسبتة. ميهاب مسبتة بالصدعيفة. قوية جدا. منفية. طبعا كلهم ماضي. خلاص كده? قد برضو الاستنتاج. في الماضي تنفع. واحتمالية ان الشيء كان من كل قوى في الماضي بس ما قاعش برضو ينفع. طب انت عايز ايه? انا عايز استنتاج في الماضي قوي منفي. يبقى قد انتهاب وتستطيل فقه. قلت مش ممكن تكون قابل تخوي عبد انا ما عنيش اراهي باساسة. نحرك الشاشة. عشان نخلي جونا رقم الناشر ظهرة بطريقة افضل. يقول فيها ماهر راح السنمة. ليلة عدد بطي ولكنه ايه? اتهم في البيت. ويراجع الدروز بتاعته. طيب. يبقى نقول مع الماضي. وانت ما تنفعش. لان ده في الحاضر. استنتاج في الماضي ضعيف. تمام? وهنا ما ينفعش ليه? لانه متناقض مع فكرة الجملة اللي هي شغالة. الجملة اللي قدام دي فيش فيها استنتاج. الجملة دي فيش فيها استنتاج. فلاص كده? طيب. شون انت ما كان يجب ان يبقى في البيت ولكنه بقى? لا. فاضل ايه كدها في ستريك. طيب ايه معنى الجملة? الجملة هنا بيجو تتكلم عن الاستنتاج اشعر. الجملة هنا بيكدها بتصفيف تتكلم عن ايه? شيء كان من الممكن اداءه في الماضي بس ايه? بس ما تعملش. وبياردتك انت. ماهر راح السينما. تمام? كان ممكن يقعد في البيت ويراجع بس ما عملش كده. عمل ايه الشيء البديل انه راح السينما. تشبه لي فيها اي انا وجه فراغ ده هورر موفي فيلم الرعب ده. ده انا عم بالدني ايه اتقلبت معي. كوابس وخربة خاصة. يبقى هو انها ينزع لها من نفس وبيلوم عليها. يقول يا ريت ما احضرت. طب يقول هكدهاب. استنتاج في الماضي. ماشي? ضعيف صحيح. تمام? وهي ممكن اقول كأنا من الممكن في عيشي معي بس ما بس ما هتعملش. طيب. ولا مستقضش ده استنتاج في الحاضر. ولا شهد انت هاف تصريف تالت لوم للنفس او للشخص او حد تاني. على ان الشيء ده ما كان يجب فعله بس يتعمل. ولا مستهاب. وخلي بالك مستهابتو غلق. دي السياء دي غلق. طيب. يرجع ليه? شهد انتهاب تصريف تالت وليه? ما كان يجب عليه ان انا اشوف الفيلم ده. الفيلم اللي مالي ستين يا ده. ليه بقى دينة بقى كانت كوابيس. وخربت خاصة. طيب احنا عارتنا الشاشة روح جميلة اغمار باشوة اللي فيها الزي وجايب فراغ هم بخصوص جريمة السطر المسلح بطنو فاضي ولكن لا حد تقول ده اكبرهم عنه. طيب. يبقى ده معنى ايه? شهد انتهابنون ما كان يجب ان يعرفوا شيء بس يعرفوا معنى متناقب. مستنو استنتاج في الحاضر? لا ده الكلام ماضي. خلاص كده? ده الكلام ماضي بدليل الفعل طيب. مستهابنون تأكيد? ما فيش تأكيد. عارف لهم لكن محدش قال لهم. هي دي كان من الممكن انهم يعرفوا بس للاسف ايه? محدش قال لهم حاجة عن هذا الموضوع. طيب نوح لجملة رقم. هما صارج وليك فيها اه جبيح ورما بين اتنين. ايه شوان اتكلمت مع مدير السعون بتاعك هتسكر ايه يسر دي. قل ما ده سمبارح. واح تقول لتاني كده. وراح التاني قال له انت كزا توهير لها بكوزش اوزن دير يسر. ما كان اش مبارح. يبقى انت كده بقى بتشتغل وبقى ما حصلش. يبقى مش ممكن. يبقى انا عايز السنتك في الماضي قوي منفي. مش ممكن تكون كلمت معها. ليه عمدك اتغيبة. ما انفعش قول شو دي انت هفتوك دي بتكلم ماك انا اجي فعلا مش معايف في الماضي بس انت عملت ولا مش بيكلم في ده. ممكن تكون اتكلمت معها في الاسبات. لا لانها كده غيبة. مستهفتوك السنتك قوي في الماضي مثبت. لا انا عايز ايه قوي صحيح في الماضي صحيح لكنه منفي. حرطنا الشاشة مرة كمان عشان نخلي جملة رقم سبتاشر متفردة كده وظهرة. عشان اختياراتها طويلة شوية وجايين ايه? جايين شغلين العين. كان لهم كان ممكن لهذا الشخص بقى انه يازب تسكون مدازة باي بصي بلوتوبيس. تمام. لكنه راح ماشي. ده معناه. طب حبل ما ناخد يا شباب حاجة من الجابات نأكد على معلومة معنى الجملة. الجملة معناه ان هذا الشخص كان من الممكن له ان يزهب مدازة بلوتوبيس. ولكنه اختار الذهاب على الاخدام. راح ماشي يعني. تمام? طيب. ايه اللي يديني نفس المعنى? ايه مشوردة تعالي. انا متأكد انه راح المدازة بلوتوبيس. لما بيقول لك كان ممكن راح بلوتوبيس بس مراحش. ما بتنفعش. ايه مشوردة تعالي. انا مش متأكد. لا. بيقول لك كان من الممكن لهذا بلوتوبيس ولكنه راح على لجليه. طيب. ايه مشوردة تعالي دين جهة سكول باي بص. ولوضوية واس باس بل. انا كنت انا متأكد. انه مراحش مدازة بلوتوبيس. رغم انه كان هذا محتمل. يعني كان عنده كانت تروح بلوتوبيس بس مراحش. اه تديني المعنى دي قريبة. بس تصبر شوية. انا متأكد انه كان مستحيل عليه. فرعالي توجود بس نروح بلوتوبيس. لا. بالعكس. لو كانت لديه الفرصة انه راح بلوتوبيس ولكنه بقردته. ما عملش كده. وزهب سيرا على الاخدام. بل يعبر عن ده. الجملة في الحرف سي. ناخدها ايجا. نتحرك مع القطع بتاعتنا وبتتكلم عن اه هباب الشغل ممرضة. وهي مسؤولة عن اربعة من الممرضات اللي قريات في الوردية بتاعت. بتلقى الاحترام. والحب من اعضاء العمل بتاعها. فرق العمل بتاعها. ماشي. وبتقول اني اه طبعا الوزيفة بتاعتها وزيفة ضاغطة نفسيا. وزيفة طبعا فيها مسؤولية عن حياة الناس. فانت بتبقى طبعا في ضغط عصبي وشد عصب طوالوقت. لكن انت عايز تكون ايه بها? تكون ايه حريص على اه الناس دي. لكن العمل مجزي لانها بتشعر بالسعادة الشديدة لما الناس دي ربنا بيعافيها وبترجع لبيوتها سري. طيب. اه طبعا زي ما قلنا الموضوع ده مجزي. مجزي بمعنى الجزاء هنا معناوي. مش ماندي طبعا. اه بتشتغل فترات ساعة طويلة جدا. لكنها مش قادرة تبقى اجتماعية مع الناس. يعني مش قادرة تتزور مع الاخير. لكن بتقدر الى حد ما تبقى مع العائلة بعد الوردية بتاعتها تتفرج لها على فيلم. وبتحس ان الموضوع ده فرصة للاستلخاء. اه من ضغط العب. طيب اه اه رجعت هبة الشغل بتاعها يوم الثلاث في الصبح. وبدأت العمل كالعادة مبكرة. طبعت المرضى بتطعها. اديتهم الادوية. انتكدت من الدنيا بتاعتهم تمام الحمد لله. وهي عرفت ان في مريض محجوز في غرفة الوحدة. طيب ليه يا عمي? اه قال لك لانه كان جاي بيعاني من اه ربنا حافينا حدث صادم تأزى بسببه. اه تأزي شديد. انه كان فقد الوعي لما جاه الليلة اللي عدت للمستشفى. المريض ده هي لما شافته ده شخصية مشهورة ممثل تحديدا. وهو محبوب لدى العائلة عندها. وبطول ان المصادفة ان الاصابة اللي هو جاي بيعاني منها كان قبل كده مسلها في فيلم. بس طبعا للأسف هو في الفيلم كان انتهى بالوفاء ربنا حافينا. وبطول يا رب ما احصلش اللي حصل في الفيلم في الحقيقة. طبعا احنا نتمنى نفس الكلام. نروح لجملة اول سؤال على القطع. وليه الراجل ده كان جاي فاقد للوعي? لانه زي ما قلنا كان اتعرض لي ولا عزو بله ربنا عافينا جدا. كلنا طبعا لحادث آآ القطير جدا. او سيئة جدا. السؤال رقمت لنا على القطع برضو. وليه الحاجة اللي كانت غير مألوفة غير معتقدة. وخصوص الممثل ده ان الحكاية اللي هو كان يعاني منها ديها هي هي مثلها في فيلم قبل كده. نروح للسؤال رقمت لاته برضو على القطع. كلمة معناها يسترخ يا شباب. عايز كلمة تدي نفس المعنى هي كلمة ريلاكس. نروح لي السؤال رقم اربعة برضو على القطعة. الضمير زم حسب القطعة بتاعتنا اعيد على المرضى. خمسة ده فيه مساكتو المؤسس المشهور وين تواصلت راح المستشفى. امتى بقى? هي كان انت راح تورديتها يوم من الثلاث? وكان هو جاء اللييل اللي قبلها ايبا هو جاء يوم ليه? نحرك الشاشة عشان نخلي نقوم رقم ستة عنوانا. احيانا العمل بتاع هيبا بيبقى ضاغط بيديها ضغط عصبي. طب ليه? ليه الموضوع ده في ضغط عصبي? ان احنا قلنا ان هي مسؤولة عن حياة الناس وشباب وصحتهم. فلازم طبعا تبقى ايه? العملية دي تبقى ضاغطة عصبيا عليها. سبعة. ايبا كانت ممرضة جيدة. يا ترى ليه? لنها كانت مسؤولة عن تلاتة. المعلومة دي غرط. ايبا كانت مسؤولة عن ابعة مش تلاتة. بشغل على ساعات طويلة بدون ما تشعر بالتضجر. اللي جابتنا الصح ايه و سي? طب نختغنهم الزائم مع بعض لما تروح لكتير لخير. بوفت ايه عن دي سي? اجابات صحية. وصلنا جزء الترجمة. هنبدأ طبعا بلقى الجنزية الاول. فجاء مناسبة لنا في الحرف دي. نخططها ونشوف احنا ليه ان الترجمة دي هي السليمة والبائلة. يعني الجملة اهل واحد مش قادر يقسمها اقل من كده يعني. طيب يجب على الحكومة انت عمل بجد اه لتحسين البنية التحتية. كلمة شباب دي ده تركير دي هي مصطلح. يعني هي برغم ان هي كلمة زي ما انت شايفها لكنها ايه? معناها لبعض البنية التحتية. بل العربي يشوف كلمتين مع بعض. طيب. يجب على الحكومة انت عمل بجد لتحسين البنية التحتية. كمل بقى. كلمة اسلامز معناها عشوائيات. طيب قال. يجب على البلدية. فين كلمة بلدية? وقال نعمل حكومة. ما اللي بالبلدية? طيب يجب على الحكومة تمام هنا بديها. انت اعمل بجد. تمام? اه تمام كده لتحسين البنية السفلية. دي ترجمة حرفية للكلمة. معناها بنية تحتية. تمام دي ترجمة الدقيقة. لكن هنا السفلية ترجمة حرفية. يجب على الدولة. هو ما قالش الدولة. هو هنعدي لك دي. ولا هلا تعمل. ده انت كده ايه? لا. يعني احنا لو عدنا لك حتة الدولة. مش نظر ان نعدي لك هلا تعمل. نحرك الشاشة. ونروح لضم لرقم اثنين. يقولها فيها. ماذا يجب على الحرف بيها والاجابة المناسبة لنا. نخططها ونرجع نناقشها مع بعض. يقول لك فيها it is not reasonable to precise everything without taking any positive step towards progress. يقول لا? يعني مخلصة نفسها زيقول. ليس من الحكمة. it's not reasonable. حاجة مش محقولة يعني. انت انتقد كل شيء دون اغزاء اي خطوة يا بي? انت انت كل شواء انتقده بس نحو التقدم. we should work more and speak less. فيجب علينا ان اعمل اكثر وانتكلم اقرب. قارن. من الحكمة ان انتقد كل شيء. انت كده اديتني معنى مناقض للمعنى الاصلي. انا بقول ايه? ليس من الحكم. ان الواحد انتقد كل شيء. بنت كده خلفت الكلام. طيب ليس من الحكمة ان انتقد كل شيء. مع اغزاء كل خطوة. لا. وبقول لك ايه? without. without. منفية مش مثبتة. طيب. ليس من الحكمة ان انتقد كل شيء دون اغز. اي خطوة. دون اغز اي خطوة. تمام. ايجابية نحو التقدم. فعجب علينا ان نعمل اقل. شفت هنا با? اديتني عكس المعنى. انا بقول ايه? بنقول. work more speak less. انت كده عملت حاجة. عملت النقيد. نحرك الشاشة عشان نخليكم رقم ثلاثة هي عنوان. بقول لك فيها. in the past. women suffered a lot from illiteracy and gender discrimination. دولها حاجتين. تمييز عرض. تمييز اللي هو ما بين الجنسين يعني. وتمييز ايه? في موضوع اللي هي الامة. التعليم يعني. also they didn't have any political rights. طيب. ترجمة المناسبة للجملة بتاعتنا هي في الحرف ايه? تمام? نخططها. ونقول in the past women suffered a lot from illiteracy and gender discrimination. قملة على بعضها. الماضي كانت النساء تعاني كثيرا من الامية اللي هي كلمة الليترس اللي شو بي احنا قلناها? والتمييز من حيث النوع. اللي هو gender discrimination. كلمة discrimination معناها تمييز. وتمييز انها هو ضد مش معها. لما قول discrimination معناها تمييز ولكنه ضد مش معها. يعني حاجة اقل مش اعلى. طيب. نكمل. also they didn't have any political rights وايضا لم يكن لديهن اي حقوق سياسية. مادرش تروح الانتخابات. مادرش تبقى لها منصب سياسي حاجات زي كده. طيب. قارن بقى. في الماضي النساء عانت كثير من الجهل والتمييز. طيب. آآ ما فيش مشكلة في الحتة دي نعديها يعني. في الماضي النساء عانت كثير من. طيب. الجهل ماشي نعديها طيب والتمييز من حيث انه ايضا كان لديهن. آآ هنا بقى. هنا الغلط. وايضا كان لديهن. لما كانش عنده. يعني عارف هنا برغب من الصياغة هنا مش يعني بس تعدي. في الماضي النساء عانت كثير من الجهل والتمييز من حيث النوع. ما فيش مشكلة. وطبعا يغير في الصياغة من جملة ايه لجملة بيه. لكن الحتة دي تعدي. يعني الحد هنا تعدي. لكن هنا بقى. وايضا كان لديهن حقوق سياسي. طيب في الماضي كان نساء لا تعاني. لا بالعكس انت كده بقى ايه? جبت المن في مثبت والمثبت نفيته. انت باس ومن سفر ناس كان بتعاني. النساء يعني كانوا يعاني. مش العكس. في الماضي كانت النساء تعاني كثير من البطالة. فين كلمة بطالة? الليترسي معناها امية مش بطالة. نحرك الشاشة حتى نروح للمجموعة باللغة العربية واول جملة يقولك فيها. ان احترام المعلم وتقديره واجب على كل فرض في المجتمع. لان المعلم هو اساس العملية التعليمية. طيب الترجمة المناسبة لنا في الحرف بي. نحط عليها خط ونقارنها. والنقشة مع بعض جزء الجزء. بيقول فيها ان احترام المعلم وتقديره واجب على كل فرض للمجتمع لان المعلم هو اساس العملية التعليمية. جملة بالعربي ما قدرش يعني اقطاها. لكن ننجل شوية. اللي هي احترام وتقدير. طبعا ما عارفه ما عنديشي فروف توكيد في اللغة الانجليزية بجيب لها بديل ممكن بيوتو بي. وحيانا بتبع حاجة طيب. نول تاني. رسpecting and appreciating the teacher is the duty of every individual in society. لحد للمجتمع هنا فصلها هو تمام. بيكوز the teacher is the basis of the educational process لان المعلم هو استعمل التعليم. قانون بك. رسpecting and appreciating تمام. the teacher is the duty of all individuals. آآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ تنفيذ الحكومة تحت قياد الرئيس المشروع قناة السويس الجديدة قذ على إصال مصريين على بناء بلاة ماشي. تنفيذ الحكومة تحت قياد الرئيس المشروع قناة السويس الجديدة. تنفيذ الحكومة تحت قياد الرئيس المشروع قناة السويس الجديدة. تحت قياد الرئيس المشروع قناة السويس الجديدة. خير دليل على إصال مصريين على بناء بلادهم. خير دليل دي. قاربا. قناة التلفزيون في الإذاعة في الكلام من ده. لكن كانال هي القنوات المائية. ما فيش مشكلة. الحد هنا فيش مشكلة فيها. خد بالك من حتة دي. واخد بالك من بلد بلد ده تصريف تالت. بلد 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 تالت زي بعض. انا عايز الفعل في المصدر. شوف الغلطة فين؟ يعني الدينة كلها تمام معدل حتة دي. زي ترمينيشن العزيمة والاسرار. بلد بلد بلد. طبعا هنا الجملة متكسرة خالص. الصغيرة غير سليمة نشطبها لك تمام. نروح مع الجملة رقم ثلاثة. بقولك فيها بفضل وسائل الإعلام والأقمار الصناعية. اصبح العالم قرية صغيرة حيث يمكنك التواصل مع اي شخص في اي دولة في العالم وانت جالس في مكان. اللي جابة بتاعتنا في الحرف سي. تمام كده نبص عليها ونشوفها الدنيا بتاعتها ماشية ازاي. يقولك فيها بفضل وسائل الإعلام والأقمار الصناعية اصبح العالم قرية صغيرة. ايه؟ خلينا حد حتة دي. تانكسو معناها بفضل كازم. شايف الحتة دي بفضل بالعربي دي؟ هي عندي في اللقاء الانجليزية تانكسو. مش معناها شكرا لي. خلاص. جميل كده. تمام. تمام كده؟ طيب. حيث يمكنك التواصل مع اي شخص في اي دولة في العالم. وانت جالس في مكانك. هنا معناها حيث. خطأ. انت كده ترجمت ترجمة حرفية. انا عايز بفضل ودي معناها كلمة فايفور اف معناها عد مؤيد لكزا اه او ضده. او كزا معناها انا معها كزا. وعكسها اي ما جينس ضدها لانت كده جبت كلمة علىك. طيب. ما فيش مشكلة حد حتى دي. ما قالش او كونكت. ما قالش او كونكت وانكش او كونكت ان المعنى يربط ربط مادي ما بين شاءين. او بقولك يا تواصل. بيجبلك الكلمة العربية. بقولين هو يمكنك التواصل. تواصل معناها ان انت تتصل بحد او تتواصل معه مش موصول دي او كونكت انت تربط ما بين شاءين ربط مادي. السؤال الاربعة بتكتب اسي من مية خمسين كلمة عن حاجة من الاثنين دولة. ملخص لقصة انت قررتها. اي قصة انت قررتها مثلا زيت ريجر ايلاند مثلا دي القصة بتاعتك. قول الملخص بتاعها. طبعا بتتكلم عن لو انتدل عندك معلومات عن الكاتب. الاحداث بتاعتها لازم تقولها. الابطال اللي فيها. لو في مغزة افلاق انت بتاعت بي منها لازم تقول. كده طالما انك انت بتحكي. يبقى ممكن تكون ملاك لها علاقة بالماضي. وممكن ايه تطاعمها ببعض ايه? لو لها حاجات لها علاقة يعني بدرسه بتاعه. ممكن تبقى فيها جزء مضع. الموضوع البديل هو فوائد العمل الجاد. فوائد العمل الجاد اكيد النجاح. طبعا انت لازم تتكلم عن العمل الجاد. الفوائد بكنت ترجع ليه. وازاي الواحد يشتهد ويسعى في طريقه. نروح ليه الاسطيلة جاية على القصة. وعندك الفصل رقم المارشان هو انت خلاص بنعمل للمنهج. يقول ايه شيء جيب ليه فراغ. عايز قولك ندهت عليه يعني. تمام? طبع نقولها اين? مع حرف الجارة اين? ولا فورد ولا ات ولا اوت. ندهت عليه. لكن لو قلنا كول فور معناها ينادي بكزا شباب. لم يقول ايه كول اوت? بمعنى ندهت على اسم. ندهت عليه بس مرضيش بص عليها. نير ووز تاري والستورم كانت هناك اعصفها شديد ربنا عافينا. نير لأول ذا و تقريبا كل كزا. كل كزا للمركب غريقة. ودي طبعا غريقة هنا مع البني ادمين. يبس طف? لا دي في المستشفيات والمدارس. طيارين ما لهم السفينة. سيرفانس خدم ولا كرو? كرو طاقم العمل على المركب القارب الطائرة. دا ينفع. في رقم تاتي بولي. فما تشدن لايك ابنائي وحبونا وجاي فراغ. انده ساند في الرمال على البلاج. طيب. كيفينج جاي من كيف. كيف معناها اه اه هنا هو اه للمعنى الحرفي ليها عامل كيف لوحدها معناها كهف. لكن لو استخدمتها كفعل هنا ان الشيء انهار قصر. ديجينج هنا معناها يحفر. سيلنج معناها يبيع. وافوينتج معناها يشير لكذا. ماتشنين لايك ديجينج ذا ساند. انهم يحفروه في الرمال على البلاج. حركة الشاشة نقلق من رقم اه اه ارباحي اللي ظهره. هاز هي هاد ابم انه كان عنده كازوجة فراغ ونسفيس على وجهه. اي نو ذات هي هاز بازد زا اجزام. انا اعرفته او انا اعرف انه نجح. طيب يبقى كان ايه ذا اللي موجود على وجه. رائحة ولا صغير ولا معناها يتهجأ. ابتسام اه كان في ابتسام على وجه. كمسة. دائما في حاجة ماسة الى افور للطعام. ايه؟ ابلايز. ابلايز معناها تطبيقات وفعل ابلاي وطبق. ابلايز معناها مؤن. تمام اه هي دي. سبيتز اللي هي المجاريف اللي هو جمعي كلمة مجراف يا شباب اللي هو زي كده. اه اداء انت بتستخدمها للحفر في العرض. وعندي ابلايز معنا اجابات اولب. هم محتاجين ابلايز وفور. مدادات من الطعام. ستة. داي يوز دا استخدمه كزا جا فراغ. علشان يحفور دا جراوند الارض. عند باري دا ري كاتز بادي. ويدفنوا الجسة بتاعة القطة بتاعته. سبارو. سبارو دا اللي هو العصفور يا شباب. وهي بارو العربية بتاعة الحديقة. اللي هي بتبع بعجلة واحدة. ولها يدين بتمسكوا منها. سبوت معناها بقعة. وهي سبيت اللي هو المجاريف اللي يسألنا كلامي شوية. اللي هي كلمات سبيت المفرد بتاعها. اللي هو المجاريف. اللي احنا نقول عليه اللي هو حاجة زي الكريكل. سبقه ليه. عندما بدأت في الريح بقى. بدأت تشد الهبوب بتاع الريح كان قوي شوية. ويرانتو اه شيلتر ان اه. رحنا عشان نحتمي ان اه. سكيلتون هيكل عزمي. سبلا يمد بي. او يزوج بي. بوت قارب وكيف كهف. اه هي دي. كلمة كهف كنت اتكلمك عنها من شوية. ككيل بمعنى كهف. هي الجابة بتاعنا. ثمانية. لم يتناول طعام لفت طويلة جدا. اصبح شكله زي ما يكون ايه. ولا سكيلتون هيكل عزمي. ولا سبيل مجراف. معناها ممتلئ تخين جدا. لا هو ايه. كان عام ازا بيكون هيكل عزمي. لانه بقى لفت طويلة ما بيقولش. اراك نشارش نخليكم رقم تسع عنوان الصفحة. كل فيها. هزي القالة الجديدة. اه كزا. مش مستفيد منها. تبقى غير مفيدة. ولا يوسفل مفيدة. ولا رائع ولا تايرلس. تايرلس معناها لا يتعب او لا يكل ولا يمل. طيب هنقول يوسدس هنا بمعنى غير مفيدة او غير زاد فائدة. يجب انها في جميلة تسع. عشو دايرلس لاند از هزي الارض وجاب فراغ فور فارمينج للزراعة. نحن مشادي حتى نزع فيها شجر. طيب ايه بقى بالارض دي برضو يوسلس غير مفيدة للزراعة. واندروفل معناها رائع. يوسفل معناها مفيد. ومعناها مريح. حلاش بتقول دايرل بويل والد الصغير. ووز ايبل تو بلاي. تمكن من او كان قدعنا انه يلعب ايه. على والدته. طيب ترست بمعناها شاحنة. اللي هو خرطوم الفيل يا شباب. وعندي بمعنى حيلة او خدعة. يبقى عمل حيلة على والدته عشان تسيبه يطلع بره. نروح في اتناش. كنت سعيد اني اجد وجاب فراغ. هما كانوا معايا على القطار. طيب فايند اباوت. طبعا ايه فايند ايه؟ اباوت ولا فور ولا اوت ولا داون. فايند اوت بمعنى يكتشف. اجابتنا بجمنا رقم 11. طبعا الترجمة مع الاضافة الجديدة بتديك معنى جديد. 13. حجري دي في المنزل الجديد. is large and. large كبيرة وايه؟ الراحة. مريح. غير مريح. معناها استرخع. كبيرة ومريحة. الحجرة. نباتات والاشجار بتنبت منين. فلور. اللي هي الارضية بتاعت المبنى اللي انت فيه. معناها نقطة. روف السطح بتاع المبنى اللي انت فيه. الارض. يبقى الناباتات دي بتنمو فيه. بتنمو فيه الارض. اه. خمس جديد. عندما نهيت عملي. كنت تعبن جدا وقررت ان اذهب ايه على الفور. دو هم. هم مش محتاجة معها حرف جر يا شباب. جو على طول مش محتاجة حرف جر. زا هم ميجيشوا ده مازان. هاوس اللي هو المنزل. مش عود للبيت. خلاص. جو هم. اه. مش محتاجة معها حرف جر ولا ايه حاجة. ايه. بسيحة جملة. رقام خمس. رجال شبابكم انتهى. تستور سيف عدسة اربعة من الوحدة اتناشرة. لك انت ده بقنا معك لم تنتهي بعد. ان شاء الله. انتظرنا في المزيد مع معالم خبير. اللي هو جنزين السرس عزة السلام ورحمه وبركاته.